فيه اهتمام كبير بالقمة المصرية التركية وزيارة الرئيس أردوجان إلى القاهرة واللي بتفتح صفحة جديدة من العلاقات بين دولتين ليهم وزن وثقل سياسي كبير في المنطقة وأعتقد أن التقارب فيه العلاقات والتنسيق والتفاهم بين مصر وتركيا بيمثل نقطة تحول كبيرة في الشرق الأوسط على كافة المستويات ده حقيقي يمكن عدد كبير من المراقبين والمهتمين بالعلاقات الدولية شايفين أنه زيارة أردوجان بتعكس رغبة رئيس تركي في إحياء أواصر الصداقة بين البلدين أيضا تعزيز التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي السياسي والإقليمي وبتعد كمان تقدير من أنقارة لدور مصر المحوري في المنطقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصها أيضا على الأمن والاستقرار الإقليمي ما ننساش كمان أنه هذه الزيارة هي زيارة مهمة وبتحمل العديد من الملفات المشتركة خصوصا في ظل التطورات الخطيرة وغير المسبوقة اللي بتمر بيها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها طبعا الهتداءات الإسرائيلية على أهالي قطاع غزة إلى جانب تعزيز التشاور حول الملف الليبي والملفات المتعلقة بمنطقة شرق البحر المتوسط عشان كده كان فيه اهتمام وتقطية واسعة من الصحف الدولية لهذه الزيارة التاريخية على سبيل مثال صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت أنه زيارة أردوجان لمصر تعد دليل على عوضة العلاقات المصرية التركية لمصرها ووكالة رويترز قالت أن حرب غزة كانت على رأس جدوى الأعمال المحدثات بين الرئيس السيسي وراديره التركي بجانب ملفات الاقتصاد التجارة والسياحة وأيضا الطاقة أما الصحف القبرصية فوصفتها بالزيارة التاريخية لتعزيز العلاقات من مصر وتركيا وهي بالفعل زيارة مهمة جدا وهيكون لها نعكاس كبير على كل المستويات في الفترة القادمة مرة تانية بنسبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم وصباح الخير يا مصر